كائنات بتنزل من الفضاء بتحول البشر لوحوش ولكن صاحبنا بيكتسب كوة جبارة من الكائنات دي وبينقذ البشرية من الهلاك كل ده واكتر هنشوفه في حكاية النهاردة بتبدأ حكايتنا مع شاب باسمه شين وبيكون بيدرس في المرحلة الثانوية وفي أحد الليالي وأثناء ما شين نايم بتنزل كائنات غريبة من الفضاء وبيكون اسمهم التفايليات وبتبدأ الكائنات دي تبحث عن أجساد عشان تسيطر عليها وبيدخل كائن منهم لغرفة شين وبيحاول يدخل جسمه من خلال ودانه بس بيكون شين لابس سماعة فبيدخل التفايلي من مناخيره فبيقوم شين بسرعة وبيخرج التفايلي من جسمه وبيكون مفكر ان الكائن ده أفع فبيمسك المجلة وبيحاول يموته ولكن فجأة بيخرم التفايلي إيده وبيدخل لجسمه وبيتحرك التفايلي داخل جسمه عشان يوصل لدماغه ويسيطر عليها بس شين بيلف سلك السماعة حوالين دراعه عشان يمنع تحرك الكائن ده وبيبدأ ينده لحد عشان يساعده فبييجي عنده أبوه وامه وبيقولهم شين فيه كائن غريب خرم إيدي ودخل جسمي فبييجي عنده أبوه وبيقوله فين الخرم اللي في إيدك ده فبيقوله أهو بس مش بيلاقي حاجة وإيده بتكون عادية وكمان شين مش بيكون حاسس بأي وجع فبيقوله أبوه انت بتشرب مخدرات ياد ولا إيه روح نام ربنا يهديك عندك مدرسة بكرة وفي اليوم التاني لما بيروح المدرسة بيحس إن فيه أوقات بيكون مش قادر يسيطر على إيده وبيقوله هو فعلا الكائن ده موجود بداخل جسمي ولا أنا كنت بتخيل اللي بيحصل وخلال اليوم بتلاحظ صديقته يوكو إن إيده اليمين فيها مشكلة فبيقوله هو أنت كويس ومال إيدك فبيقولها مفيش حاجة أنا بس تعبان عشان ما نمتش كويس وبيقولها نروح أخذ إذن من المدير عشان أمشي بدري وروح ونام وأكيد بكرة هبقى كويس وبعد ما بيمشي شين من المدرسة بيبص الإيده وبيقول هو إيه اللي بيحصل لي ده أنا حاسس إن مش عارف أتحكم في إيدي اليمين بشكل كامل وما بين ما هو ماشي بيشوف عربية ماشية بسرعة وهتخبط بنت صغيرة وفجأة بيروح شين وبيوقف العربية بإيده وبينكز البنت وبيلاحظ إن إيده شكلها غريب وفي عين كمان في إيده بس في ثواني بترجع إيده لشكلها الطبيعي فبيرجع شين بسرعة على البيت وبيدخل غرفته وبيقفل على نفسه وبيبص الإيده وهو خايف من اللي حصل وبعدها بيجيب سكينة وبيكون عايز يطعن إيده بس فجأة إيده شكلها بيتغير وبيظهر الكائن الغريب منها وبيقوله الكائن أنت بتعملي عايز تقتلني فبيحاول شين يضربه بالسكينة بس الكائن ده بيكسرها وبيطيرها بعيد وبيقوله أنا تعبان دلوقتي وعايز أنام وبعدها بترجع إيده عادية من تاني فشين كان هيتجنن وعايز يعرف إيه الكائن ده وبيفضل يبحث طول اليوم على النت عن حاجة شبه الكائن ده بس مش بيلاقي أي معلومة حتى وقبل ما ينام بيقول ما ينفعش أقول لحد عن اللي بيحصل ده أكيد هيقوله علي مجنون وبيفضل يكلم إيده لحد لما بينام وفي اليوم التاني لما بيصحب يلاقي إن الكائن ظهر وقاعد بيقرأ في الكتب فبيقوله شين انت مين وبتعمل إيه فبيقوله أنا اسمي ميجي وكنت بدرس عشان أعرف معلومات جديدة فبيقوله شين انت جيت من الفضاء فبيقوله ميجي معرفش أنا جيت منين وحاولت أبحث عن معلومات عني في الكتب والنت بس مفيش حاجة وأنا كل اللي عرفوا إن احنا اسمنا الطفايليات وبنخترك الأجسام وبناكل الأدماغ عشان نسيطر على الجسم ويكون هو المضيف بتاعنا فبيقوله شين يعني انت هتسيطر على دماغي فبيقوله ميجي لأ مش هعرف لإني لازم أسيطر على الدماغ وقت دخولي للجسم مباشرة بس لما دخلت جسمك انت منعتني أوصل لدماغك فبقيت مسيطر على إيدك اليمين بس فبيقوله وش معنى جيت لي يا أنا فبيقوله دي مجرد صدفة مش أكتر فبيقول شين أنا لازم أروح للمستشفى وهم يشوفوا حل هناك فبيقوله ميجي ما نصحكش تعمل كده لإن هيعتبروك مسخة ويعملوا عليك تجارب وممكن يقطعوا إيدك وتخسر جزء من جسمك فالأحسن إن احنا نتحد ونعيش مع بعض وانا هحميك من أي خطر وكمان أنا لما كن نايم هتستخدم إيدك بشكل طبيعي فلازم تتعاون معايا مقدمكش حل غير ده فبيقوله انت دخلت جسمي من غير إذني وعايز نتعاون معاك ولكن بيكون ميجي تعبان وبينام وبترجع إيده لشكلها الطبيعي وبعدها بينزل شين يفطر عشان يروح المدرسة وأثناء هم بيفطروا بيكون أبوه بيارى أخبار اليوم وبيقول إن فيه حوادث قتل كتير بتحصل اليومين دول وحوادث القتل غير طبيعية وكأن مش بشر اللي بيعمل كده فبيشكشين إن فيه كائنات تانية شبه ميجي هي اللي بتعمل كده المهم بعد ما بيخلص أكل بيكون رايح المدرسة بس بيغير طريقه وبيكون رايح للشرطة عشان يسلم نفسه وهم يتصرفوا في موضوع ميجي فبيصحى ميجي وبيقوله مش من مصلحتك إنك تروح عند الشرطة عشان هيسجنوك ويعملوا عليك تجارب وممكن يقتلوك فبيقوله شين وأنا المفروض أعمل إيه فبيقوله زي ما قلتلك الصبح إن إحنا نتعاون ونتعايش مع بعض وفجأة بيقول ميجي أنا حاسس إن فيه كائن من بني جنسي قريب من هنا فبيقوله شين يعني إيه فبيقوله فيه كائن من نفس نوعي قريب من هنا فبيقوله شين وأنت عرفت إزاي فبيقوله إنه بيحس بالمواجات الدماغية اللي متسيطر عليها وبيبدأ ميجي يوجه شين عشان يتحرك عند التفايلي التاني ولما بيحس شين إنه وصل عنده بيخاف وبيكون عايز يهرب بس ميجي بيمسك في العمود وبيقوله مش أنت كنت عايز تعرف معلومات عني يمكن التفايلي ده يعرف معلومات تعالى نسأله فبيمشي شين مع ميجي ولما بيوصلوا عنده بيلقوه كلبه وبياكل في جسم إنسان وبعدها الكلب بيلف وشه وبيكون شكله مرعب وبيكون التفايلي ده سيطر على دماغ الكلب وهو اللي بيتحكم فيه فبيقول ميجي لشين اهرب بسرعة فبيجري شين وبيقوله يعني أنت جبتنا هنا وبعدين تخلينا نهرب فبيقوله التفايلي ده عارف أنك بشري لسه وأنا مش مسيطر عليك بالكامل فهو عايز يقتلنا وبيكون الكلب تحول لوحشه وبيطلع له جناحاته وبيتيره وبيروح عندي شين بس ميجي بيفضل يضرب عليه لحد لما بيطلع قلبه وبعدها بيموت الكلب فبيموت التفايلي هو كمان وفي اليوم التاني بيكون شين رايح المدرسة وبيتكلم مع ميجي وبيقرر أنه يفضل معاه عشان هو بيحميه ولما بيروح المدرسة كان عنده مباراة كرة سلة وكان الفريق بتاعه خسران بس ميجي بيساعده وبيدخل الكرة في السلة وبيكسبه ففيه واحد اسمه ناغي من الفريق اللي ضده بيكون متضايق منه جدا وعايز يضربه المهم بعد لما بيخلص شين بيكون بيلم حاجاته عشان يمشي فبيجيله ناغي وبيقوله تعال عايزك برا ولما بيطلعه برا بيبدأ ناغي يضرب شين وبيكون شين مش عايز يضربه بايده اليمين عشان ميجي ما ازهوش جامد بس في الاخر بيدربه ميجي وبيطيره والوقت بينصدم من قوة الضربة وبيطلع يجري منه وبعدها بيروح شين للحمام ولما بيخرج بيقابل يوكو وبتقوله ان فيه قاتل بيقتل في الناس ومش عارفين يمسكوه فبيكرر شين يدور عليه بمساعدة ميجي ويخلصوا عليه وبعد المدرسة بيروح شين البيت وبينام والتاني يوم لما بيصحب ينزل الشارع عشان يدور على القاتل بين الناس وبيقول ميجي لشين خلي بالك فيه واحد قريب مننا وبيقوله انه مستخب بوسط الناس فبيكرر شين يروح مكان فادي عشان ييجي التفايلي ده وراهم ويقتلوه وبعدها بيوصل شين لمكان فادي ولما بيلف بيلاقي التفايلي واقف وراه وبيقول التفايلي ده الميجي تقدر تيجي تنتقل في الجسم ده عندي وساعتها هنبقى احنا الاتنين اقوى مع بعض وبيقطع فعلا ايده وبيقول لي ميجي يلا تعالى واتحد معايا بس لازم تقتل الجسم اللي انت فيه ده وبعدين تيجي عندي فشين بيخاف جدا وبيحس ان ميجي هيقدر بيه بس فجأة ميجي بيقتل التفايلي ده وبيقطعه شرايح زي البطاطس فبيشكر شين ميجي انه ما غدرش بيه وبيروحه البيت وبينامه وتاني يوم بيكون شين قاعد مع صديقته اللي في المدرسة وبيكون اسمها ستومي وكان شين عزمها على الاكل وبنعرف ان شين معجب بيها المهم بعد لما بيخلصوا اكل بيكونوا بيتمشوا مع بعض وبيكون شين عايز يقولها على التفايلي اللي عنده بس في نفس الوقت بيخاف لا تبعد عنه فبيكرر يسكت واسناء وهم مشين بتمسك ستومي ايده وبيحسوا بمشاعر ناحية بعض وفي اليوم التاني كان شين في طريقه للمدرسة وقبل ما يدخل المدرسة بيقولوا ميجي ان فيه تفايلي موجود بداخل المدرسة فبيدخل شين المدرسة وبيبدأ يبص الكل الموجودين عشان يعرف مين فيهم التفايلي فبيقولوا ميجي التفايلي ده بيبحث عننا برضو بس مش عارف يحدد مكاننا من الزحمة وبعدها بييجي عندهم المدير وبيقدم للطلاب المعلمة الجديدة وبيكون اسمها ريوكو فبيقولوا ميجي المعلمة هي التفايلي وبمجرد لما بيبص شين لها بتعرف ريوكو انه مش بشري وبعد لما بيخلص الاجتماع اللي عاملينه بيكون ميجي بيتكلم مع شين وبيقولوا خلي بالك ده خطيرة جدا قالوا يعني هتقتل البشر قالوا لأ هي عايزة تختلط بالبشر وتتنقر وسطهم ولازم نرقبها عشان شكلها نوية على حاجة كبيرة وبعدها بيكون شين قاعد في الفصل بتاعه وبيكون عمال يفكر فبيجي له ريوكو بتقولوا انا شايفاك مش بتكتب معايا حاجة وبتقولوا انا عايزاك في المكتب بعد الحصة وبعد لما بتخلص الحصة بيروح شين للمكتب وبيكون متوتر جدا فبيتقولوا ما تخافش انا مش عايزة ازيك واكيد ايدك اليمين قالتلك ان نياتي مش قتلك ولا قتل البشر انا عايزاك تقابلني برا المدرسة عشان اتكلم معاك فبيتكلم ميجي وبيقول لها موافق فبيخلص شين المدرسة وبيروح يستنيها في المكان اللي قالت عليه بعدها بيقولوا ميجي ده في شخصين من الطفاليات جايين علينا فبيخاف شين جدا وبيفكر ان ده فخ من ريوكو فبتيجي ريوكو ومعاها جزها وبيكون اسمه اسامة وبتعرفوا على شين وبيعودوا مع بعض وبيكون اسامة عايز يقتلهم بس بتوقف ريوكو وبتقولوا مفيش فايدة من قتل بعض هنا وبتقول ريوكو لشين ان هي حامل والمفاجأة ان الطفل ده بشري عادي مع ان هم اللي اتنين تفايليات وبعدها بيقوم اسامة وبيقولهم انا همشي من هنا وهيكل اي حد ييجي في طريقي وبعدها ريوكو بتقول لشين لو قلت لحد حاجة عننا هقتل كل اللي في الصف عندك طبعا شين بيفتكر صديقته وبيخاف عليها فبيكرر يسكت وبعدها تاني يوم بيروح شين المدرسة واسناء وهم قاعدين بيحصل انذار ان فيه دخيل في المدرسة وبدأوا يعملوا اخلاق للمدرسة كلها فبيعرف شين ان الدخيل ده زوج ريوكو وبيكون ريوكو هربت وملهاش اي قصر فبيقول شين ده اكيد جاي عشان فبيكرر شين يروح لمكان بعيد عن الطلاب عشان محدش يحصل له حاجة وبعدها بيعمل حواجز حوالين نفسه وبيدي له ميجي حديدة عشان يقاتل معاه اسامة لانه مش هيعرف يتقاتل معاه لوحده وما بين ما هم قاعدين مستنيينه بيجي لهم اسامة من الشباك وبيفضل يضرب عليه بس بيدافع ميجي عن شين وبعدها شين بيطلع الحديدة اللي معاه وبيتعانوا بيها وبيبدأ ينزف جامد بس بيقدر يوقف النزيف وبيمشي عشان يدور على ريوكو وتساعده ولما بيدخل عندها في المكتب بيكون ريوكو حتى كنبله وبتقوله انا ما طلبتش منك تعمل كده انت غبي وبقيت عقبة بالنسبالي وبتنط من الشباك وبتنفجر غرفة المكتب باسامة وبعد فترة بيكون ريوكو مستمرة في التدريس زي ما هي بس المدرسين بيحققوا معاها وبيحاول يعرفوا منها اي حاجة عن اللي حصل فبتكرر تمشي وبتقولهم مش هدرس تاني واسناء وهي نزلة بتقابل شين وبتقوله انا خلاص هوقف تدريس وهعيش حياة الطفاليات وهاكل البشر فبيقولها ليه تعملي كده وانت ممكن تعيش على الاكل الطبيعي بتاعنا فبيتقوله انا واخدى اوامر ان ناكل البشر فبيكون شين مش فاهم مين اللي بيدي الاوامر دي للطفاليات واكيد فيه حاجة غريبة بتحصل برا كوكب الارض وبتقوله كمان الجنين اللي في بطني هحميه لحد لما يتولد بس لو ما فدنيش في حاجة هكله وبعدها بتمشي وبتسيبه وتاني يوم بيضحى شين وبيكون قاعد بيفطر مع اسرته وبيقولوله انهم هيسفروا كام يوم فبيكون شين خايف عليهم جدا من الطفاليات وبيقولهم بداش عشان حوادث القتل اللي بتحصل فبيقولوله ما تخافش ده هم يومين ورجعين وبيكرروا يروحوا في الاخر ويسبوه وبيجهزوا شنطتهم وبيودعوا وبيمشوا وفي اليوم التاني بيصحى شين وكان يتأخر على المدرسة فبيقول لي ميجي ما صحتنيش ليه قال له انهم مفيد فسبتك تنام فبيقول له ده انت هتخليه نسقط لو فضلت معايا وبيكون شين في طريقه للمدرسة وميجي بيكون نام واسناء وهو ماشي بيتكابل في شنطة في الارض وبيسمع صوت حد عايز مساعدة وبيكون في شل الطلاب مسكين ناغي ونزلين فيه طحن فطبعا شين الشهم بيكرر يتدخل ويدافع عنه فبييجي واحد من شلة الشباب دي وبيضرب شين وبيروح يكمل ضرب في ناغي بس بيزعق لهم شين وبيقولهم يبعدوا عنه فبيسيبوا ناغي وبيمسكوا شين يضربوه وبيكون فيه بنت معاهم في الشلة اسمها كانة وبتيجي عندهم وبتقولهم خلاص كفاية سيبوه يمشي وبتروح تبص لشين فبتحس بحاجة غريبة وبتتخد جامد وبتبعد عنه وبتقولهم يلا نمشي من هنا بسرعة وبعدها ناغي بيشكر شين انه تدخل وخلاهم يمشوا وبعد لما بيروحوا المدرسة وبيخلصوا بيكون شين ماشي مع ستومي وبتطلع كانة في وشه وبتقوله ليه ما هربتش منهم لما كانوا بيدربوك فما بيردش عليها وبيسيبها وبيمشي وبعد لما بيوصل البيت بيودع ستومي عشان يدخل بيته وبعد لما بتمشي ستومي بيلف شين بيلاقي كانة في وشه فبيقول لها ايه ده انت جاية ورايا ليه فبتقوله انا جاية اعتذلك على اللي حصل من صحابي وبتمد ايديها عشان تسلم عليه فلما بتمسك ايده بتحس كانة بحاجة غريبة فبيبعد شين عنها وبيقول لها انا هدخل عشان عايز انام وبيقول ميجل شين خلي بالك من البنت دي كويس عشان شكلها زكية جدا وممكن تكشفنا وحاول تبعد عنها على قد ما تقدر وبنروح لوالدين شين اللي بيكونوا واقفين على البحر وفجأة بيظهر طفايلي وبيهجم على والدة شين وكان شين قاعد بياكل فبيرن التليفون بتاعه وبيكون والده هو المتصل وبيقولوا الحقني فيه وحش هجم علينا وامك اختفت ومش بيكمل الكلمة والخط بيفصل فبيخاف شين جدا انه يكون حصل لهم حاجة وبيقول ميجل شين فيه طفايلي جاي عندنا فبياخد شين سكينة وبيروح عند الباب عشان يشوف مين وبيتفاجئ ان والدته هي اللي جات عنده وبيتقولوا الراجل ده ما جايش هنا وبيكون قصدها على والد شين لانه هرب منها فبيقولوا ميجي خلي بالك دي مش امك وخلاص الطفايلي سيطر على دمخة بس شين بيكون مش عايز يصدق وبيفضل يتكلم معايا على اساس انها امه وبيحاول ميجي يقتلها بس شين بيحط السكين عليه ومش بيخليه يتحرك وشين بينكر انها بقى الطفايلي رغم انه شايف ده بعينه وفجأة والدته بتتعانه في قلبه وبيبص لها شين وبيعيط وبيقع على الارض وبيقولوا الطفايلي اللي مسيطر على والدة شين لميجي طالما هو مات يبقى انت كمان هتموت بعد شوية وبعدها بيمشي الطفايلي عشان يبحث عن الاب ويموته هو كمان وبعد لما بتمشي بيحاول ميجي يتصرف قبل ما شين يموت فبيعمل ميجي نفسه على شكل قلبه وبيغمز نفسه جوه شين وبيخلي نفسه جزء من شين عشان يقدر يعيش وبيكون فعلا بقى جزء منه خلاص وبعد يوم ميجي هيعرف ينتقل من خلال الدم ويرجع ليده تاني وفعلا بعد يوم بيفوق شين والجرح بيكون اتقفل بفضل ميجي ولما بيقوم شين بيكون نظره كويس وشايف من غير النضارة وبعدها التليفون بتاع شين بيرن ولما بيرد بيلاقي دكتورة من المستشفى بتكلمه وبتقول له والدك في المستشفى محجوز وعايزينك تيجي تشوفه وأثناء وهو طالع بيقابل ستومي وبتقول له أنا جيت اشوفك عشان انت ماجتش المدرسة فبيقول لها ان والده تعبان ومش يعرف ييجي المدرسة اليومين دول وبيمشي وبيسيبها وبيكون والد شين قاعد ومعا المحققين عشان يعرفوا منه اللي حصل ولما بيقول لهم ان زوجته هجم عليها وحش وقتلها بيكونوا مش مصدقينه عشان والدت شين لسه عايشة وشافوها في قمرات الفندق بس طبعا ما يعرفوش انها متحولة عشان كده مش بيصدقوا كلامه وبيفكروا وبيتحيق له وبعدها بييجي شين وبيقول لوالده أنا شفتها فبيقول لوالده أيوة أنا شكل كان بيتحيق لي وهي حصل لها حادث فبيقول له شين لأ هي تقتلت من الوحش بس والده بيفكر برضو انه ده مجرد كبوس ومش بيستوعب اللي حصل وبعدها بيمشي شين وبيكون قاعد في الشارع بس يميجي بيصحى وبيقول له في حد من جنسي على بعده 300 كيلو متر فبيروح شين عشان بيفكر ان دي امه وبيهجري بسرعة كبيرة جدا وبينط مسافات عالية وكل ده بيكون بسبب ميجي عشان لما تحرك في دمه وبقى جزء منه خلاه يكتسب قوة كبيرة مش عند حد وبيكون شين خلاص قرى بيوصل عند الشخص ده بس لما بيوصل عنده بيلاقيه شخص تاني واسمه مارو وبيكون زي شين بالزبط والتفايلي ما اخترقش دماغه وبيكون متحكم في رقابته بس وبيتعرف شين عليه وبيحكيله حكايته كلها وبعدها بيسيبه شين وبيمشي وبعد شوية بيكلمه مارو وبيقوله انا لقيت والدتك فبيقوله شين اهرب بسرعة قبل ما تقتلك وبعدها بيجري شين عشان يروح لمارو وبيفضل يجري مارو لحد لما بيوصل عند مكان عالي وتحته البحر وبعدها بيجي بينام من كتر التعب وقبل ما ينام بيعمل ايده سيف عشان شين يعرف يقاتل التفايلي وبيكون شين لازم يتصرف لوحده ويلاقي التفايلي وبيكون والدة شين وصلت عند مارو وبتقدر تضربه وتوقعه في البحر وبعدها بيوصل شين وبيعرف انها قتلت مارو وبيقدر شين يتخطى كل ضرباتها بمنتهى السهولة مع انها بيكون سريعة جدا بس الحواس عنده بقت كوية بسبب ميجي وبيقدر يتعانها في بطنها بس مش بتموت وبيفضل شين يضرب عليها لحد لما بيضعف وبيفتكر والدته بس التفايلي بيدربه وبيكون هيخلص عليه ففجأة بيجي مارو وبيضرب عليها وبينقص شين وبيكون مارو كويس ومحصل لهوش حاجة وبكده بيكونوا تخلصوا من التفايلي ده وبعدها بيكون والد شين خرج من المستشفى وبيرجعوا لحياتهم الطبعية وشين بيروح المدرسة وفي تلك الاسناء ريوكو بتخلي واحد يرائب شين عشان يقتله وتخلص منه وبيكون الشخص ده تفايلي طبعا بس كوي جدا وبيكون اسمه شميندا وبعدها بنرجع لشين اللي بيكون ماشي مع ستومي وبتكون كان قاعدة في مكان قريب منهم وقبل ما تشوف شين بتحس بيه وفعلا بيطلع هو وبتفرح كان انها بتقدر تحس بيه لو قريب منها وهنا بنفهم انها بتحس باللي عندهم تفايلي عشان كده بتحس بوجود شين ولما بتشوفه مع ستومي بتتدايق وباين انها معجبة بيه وبعدها بيروح شين بيته وبيكون قاعد بيتكلم مع ميجي وبيقوله نبقيت ما عنديش مشاعر زي البشر حتى مش عارف ابكي عشان بيكون ميجي مأثر على الحواس بتاعته عشان كده بيفقد الإحساس نوعا ما وتاني يوم وهو ماشي مع ستومي بيكون سامع كل حاجة من قوة حسة السمع اللي عنده وبعدها بيسمع صوت حد محتاج مساعدة ولما بيوصل عنده الصوت بيلاقيه كلبه وهيموت خلاص فبيمسكه شين لحد لما بيموته وبعدها بيروح يرميه في الزبالة فبتتخض جدا ستومي من اللي عمله عشان ده حيوان مش لعبة فبيكون شين مش فاهم ايه المشكلة لما يعمل كده عشان مشاعر الإحساس اللي عنده ما بقتش موجودة وبقت كل ما ستومي تشوفه تمشي وما تبقاش عايزة تكلمه وبعدها بيقول ميجي لشين ان فيه عدو قريب مننا ولما بيلف شين بيلاقي شماندا واقف وراه فبيعرف انه مش بشري وبيقوله ايه اللي جابك هنا فبيقوله انا مش عايز اقذيك انا معاك في نفس الصف وعايز نكون صحاب وطبعا كل ده بيغدعه لحد لما ييجي الوقت المناسب ويقتله وبعد انتهاء المدرسة بتكون كان واقفة بره مستنية شين وقبل ما يوصل بتحس بيه انه جاي عليها بس بيطلع انه شماندا وبتستغرب كان انها فكرته شين وهي حسد بشماندا عشان هو طفيلي برضو بس هي ما تعرفش ده بس بيكون شماندا عايز ياخدها لبعيد وبيشدها من ايديها جامد ولكن شين بيوصل وبياخدها وبيحذره لو قرب من حد تاني هيقتله وبعدين ستومي بيكون معدية بالصدفة فبتتعمت كانت تقول لشين تعالى وصلني عشان ستومي تسمع وتضايقها وفعلا بتسمعها بس بتمشي ستومي وبياخد شين كان يوصلها وبتحكيله ان هي عندها قوة انها بتحس بيه لو قريب منها فبيقول لها دي صفة مش حلوة ولو حسيتي بيها ما تمشيش وراها عشان ممكن ما يكونش انا وبتكون يوكو صديقة شين قاعدة في غرفتها وبترسم صورة لشماندا والواضح كده انها معجبة بيه وتاني يوم بيكون والد شين قاعد مع محققين في بيته وبيقول لهم على الوحوش دي وانهم لازم يحاولوا يمسكوهم قبل ما ينتشروا ويقتلوا كل الناس ومن ضمن المحققين دول بيكون اخو يوكي موجود عشان بيكون محقق وبيكون اسم هروكي وبعدها بيروح هروكي البيت وبتشوف يوكي صورة الوحش اللي رسموه وبتقول له انا بعرف ارسم وممكن لو شفت وحش ارسمه لك وتاني يوم بتروح يوكي المدرسة وبتشوف شماندا من بعيد وحد بيحدف عليه كورة وبتعمل حفرة في دماغه فبتتخض جدا يوكو وبتفتكر كلام اخوها عن الوحوش اللي بتتنكر في شكل بشري وبتشك طبعا ان شماندا وحش وبعدها راسه بترجع لطبيعتها ومحدش بياخد باله وبيكون شين واقف مستني ستومي عشان يعتذر منها بس ميجي بيقول له الحق الولى شماندا واقف مع مجموعة البلطجية اللي في المدرسة وهتبقى مدبحة لو ما تدخلتش وقفته دلوقتي فبيجري شين وبيسيب شنطته عشان يلحقهم قبل ما شماندا يخلص عليهم كلهم فبيروح شين عندهم بسرعة وبيوقف شماندا وبيخليه يمشي وبيقول لهم شين محدش يقرب منه تاني فبيخافوا المجموعة دول من شين وبيمشوا وبيسيبوه وكانت ستومي جاي عشان ترجع الشنطة لشين فشماندا بيزق ستومي فبيقول له شين ملكش دعوة بيها ولو قربتلها تاني هقتلك وبعدها شين بيزعق لستومي من غير ما يقصد فبتزعل منه وبتمشي وفي تلك الاسناء بتكون يوكو بترائب شماندا وبتلاقيه دخل مكانه لما خرج وش تغير تماما فبتفى من شماندا وحش وبتروح البيت وبتكون عايزة تقول لاخوها بس بتتردد لحد لما تتأكد بنفسها وتواجه شماندا وتاني يوم في المدرسة بتروح يوكو الفصل وبتخلي شماندا ييجي عندها وبيكون معاها ازازة فيها مادة بتحرق الجلد وبعدها بتواجه شماندا وبتقول له هو انت بتاكل البشر فبيفام انها عرفت وبيتحول وبيكون عايز يقتلها وفي نفس الوقت بيقوم شين مرة واحدة في الفصل وبيصرخ باسم شماندا فالكل بيفكروا عبيته وبيطلعوا بيسيبهم من غير ما يستأذن وبعدها يوكو بتحدف الازازة على شماندا فبتحرق وشه وبتنط يوكو من الشباك وبتقع على الشجر عشان تقلل الاصابات وشين بيكون رايح لشماندا وفي نفس الوقت شماندا بيفقد عقله وبيفضل يقتل في كل اللي يشوفه قدامه وبيقول ميجي لشين ده رايح للفصل بتاعك فبيجري شين عليه عشان بيكون خايف على ستومي ولما بيوصل الفصل بيلاقي مسبحة حرفيا والمكان كله دم فشين بيخاف جدا من المنظر اللي شايفه فبيفضل ميجي يهديه لحد لما بيهدى وبيروح يدور على ستومي وبيلاقيها قاعدة على جنب مع شابين واول ما بتشوفه بتجري عليه وهي منهارة وبتحضنه وبعدين الشابين بيخافوا وبيجروا فبيقتلهم شماندا فشين بيشيل ستومي وبيجري بيها على الفصل وبينط من الشباك وبيجري باقصى سرعته عشان يبعدها عن المدرسة وبعدها بتيجي الشرطة فبيخلي ستومي معاهم وبيمشي عشان يعرف يقتل شماندا وبيروح شين مبنى عالي وبيقدر يحدد مكانه وبيمسك صخرة وبيحدفها باقصى ما عنده وبتيجي في قلب شماندا وبيموت وبعدها بتخش الشرطة وبتلاقي شماندا ميت وبتعلن الوزارة عن طريقة يكتشفوا بيها الوحوش وهو انهم ينزعوا شعرة من شعرهم ولو الشعرة دي فضلت تتحرك بعد ما تشالت يبقى ده وحش مش بشري ولو الشعرة ما تأثرتش يبقى ده بشري عادي وبكده هيقدروا يحموا نفسهم وتاني يوم ستومي بتشكر شين ان هو انقذها وبعدها بتكون كان بترائب شين وبتجري عليه وبتكون عايزة تشد خصلة من شعره عشان تتأكد انه بشري ولما بتشد شعره بتلاقيه انه بشري عادي فبيسيبها شين وبيمشي وبيكون شين عايز يقول لها السر بتاعه بس ما بيكونش الوقت مناسب بس بيقرر يقابلها في يوم تاني ويقول لها وفي تلك الاسناء بيكون في اتنين من التفايليات في عربية وبينزل واحد منهم والواضح ان التفايلي ده قوي جدا وبيخش مكان مليان ناس وبيفضل يقتل فيهم بابشع الطرق وما فيش حد بيكون قادر عليه وبعدها بيغير شكله وبيرقب العربية تاني وبيمشوا والاخبار بتنتشر وكل الناس بدأوا يخافوا وبيتضح ان فيه منظمة كبيرة من التفايليات وبيكونوا عايزين يسيطروا عالبلد وتاني يوم بيكون شين راكب المترو ورايح يقابل كانة ولما بيوصل بيقولوا ميجي ان فيه خمس تفايليات هنا فبيتخد جدا وبيروح عشان يشوفهم موجودين فين ولما بيوصل بيلاقيهم واقفين مع الوزراء والواضح انهم عايزين يمسكوا منصب مهم في البلد وبعدها بتيجي كانة فبيخاف شين عليها وبيخليها تمشي من هنا وبيمشي هو كمان وبيرجع لبيته وبعدها بتكون كانة في البيت وبتحس ان شين قريب منها فبتنزل وبتروح للمكان اللي حس بيه بس بتفاجئ انه مش شينه بتكون واحدة وشكلها غريب وبتبص لها جامد فبتخاف كانة وبتجري عالبيت واسناء وهي ماشى بيرن شين عليها وبيقول لها نتقابل في مكان معين ولما بيتقابله بيحاول شين يشرح لها عن ايده اليمين ويقول لها سره بس كانة مش بتصدقه وبتقوله انت بتكذب علي عشان عايزني ابعد عنك فبيقول لها لأ وانا مش عارف هثبتلك دلوقتي عشان ميجي نايم فبتمشي وبتسيبه وبتقوله هستنك تثبتلي بكرة في نفس المكان هنا وتاني يوم بتيجي كانة في نفس المكان وبكون مستنية شين وما بين ما هي مستنية بتكتب اسمه على الحيطة وبعدها بتحس بوجود شين فبتروح وراء احساسها وفي نفس الوقت بيقول ميجي لشين خلي بالك فيه توفيلي عند كانة فبيتخض شين وبيجري عشان يلحقها وبتكون كانة وصلت عند المكان اللي حس فيه بوجود شين بس مش بتلاقي شين وبتلاقي توفيلي بياكل انسان وللأسف التفيلي بيشوفها ومش بتلحق تهرب وبيقتلها وبيدخل شين في نفس الوقت وبيخلص على التفيلي وبيطلع قلبه وبعدها بيمسك كانة وكانة قبل ما تموت بتقوله انها بتحبه فبيتصدم شين وبينقهر انه ملحقش ينقذها وبيفضل يعيط لما بيشوف اسمه اللي كتبته على الحيطة وفي تلك الاسناء بيكونوا التفيليات عامنين اجتماع وبيقولوا ان شين بيشكل خطر عليهم وعايزين يتخلصوا منه وبتكون ريوكو ولدة الطفل بس بتكون مش عارفة تتعامل معاه فبتجيب بشرية هي اللي تربيه وتاخد بالها منه وبعدها ريوكو بتخلي بشر اسم كوموري يرائب شين ويحاول يصوره ويجمع معلومات عنه عشان تفضحه وتعرف كل الناس ان هو وحش وبكده تتخلص منه وبيكون شين ماشي فبيطلعوا عليه مجموعة شباب وعايزين يضربوه وبيكون ريوكو هي اللي عاملة كده وطبعا شين بيدربهم كلهم وبيقولهم مين اللي خلاكم تعملوا معايا كده فبيقولولو لو واحدة ما نعرفهاش وبيكون كوموري اللي بيرائب شين واقف بيصور كل اللي بيعمله وبعدها بيروح شين وبيحاول ينام بس ما بيكونش عارف من كتر التفكير في كانة فبيقرر ينزل ويروح للمكان اللي اتقتلت فيه وبيكون كوموري واقف تحته وبيرائبه من بعيد وبيفضل ماشي وراه لحد لما بيروحه للمكان وبيكون شين جوه وميجي بيظهر وبيشوف كوموري وهو بيصورهم فبيهجوم عليه وبيكون هيقتله بس شين بيمنعه وبيقوله ده بشري ومش هينفع عن اقتله وبيفضل مسكه لحد لما كوموري بيهرب بس بيكون وخده الكاميرا منه وتاني يوم بيمسح شين كل اللي عليها وبيكرر شين يكلم ماره عشان ده الوحيد اللي شبهه وهيقدر يساعده وبيقابله وبيحكيله عن المحقق اللي كان بيصوره وانه محتاج مساعدته عشان يمسك المحقق ده وبيتفقوا هم اللي اتنين على خطة وكوموري ده بيكون في بيته وبيكون عنده طفلة وزوجة وبيكون شين مرقبه هو وماره وبيمسكوه هم اللي اتنين وبيخلوه يعترف بكل حاجة وبعدها بيقوله شين ان ريوكو دي شريرة وهتدمر العالم وانا عايزك تتفق معايا وتكون في صف ضدها فبيكون كوموري مش موافق بس ميجي بيقوم بالواجب فبيوافق كوموري من غير نقاش وبيقف في صف شين وبعدها المحقق كوموري بيبعت محقق تاني عشان يرائب ريوكو عشان ما تاخدش بالها من كوموري ولما بيرائب ريوكو بيلاقيها طلع من مطعم هي وشخص تاني فبيمشي ورا الشخص ده وبيلاقيه واخد بنته ونازل بيها الجراش وبيفضل يرائبه من بعيد وبيشوف البنت وهي مقتولة وبعدها بيروح كوموري عند شين وبياخده وبيروحه للجراش اللي قال له عليه المحقق التاني ولما بيوصله هناك بيقول ميجي ان في حد من جنس جاي علينا فبيستخبوا كلهم وبيكون فيه واحد اسم يوكو جاي ببنت في الجراش عشان يقتلها برضو بس شين بيقرر يطلع وينقذها واول ما بيطلع شين بيكون يوكو خلص على البنت اللي معاه وبيفضل يوكو وشين يضربه على بعض لحد لما شين بيقتله وكل ده بيكون شايفه المحقق كوموري وهيموت من الخوف وبيكون صور كل اللي حصل وبعدها بيطلع شين وكوموري وبيقول كوموري لشين انا هنسحب ومش هكمل في الحكاية دي انا عندي طفلة وزوجة ومش عايزة خاطر بحياتي وبيديهم الشريط اللي سجله وبيمشي وتاني يوم بيكون شين في المدرسة وبيكون لسه هيدخل الفصل بتاعه فبيوقفه ميجي وبيقوله في حد من جنسي هنا ومش واحد دول تلاتة فبيجري شين على مكان بعيد عن المدرسة يكون فاضي وبعدها ميجي بينام غصب عنه وبيسيب شين لوحده فبيكون شين خايف جدا وبيفضل يهرب لمدة اربع ساعات وبعدها بتيجي عربية وبينزل منها شخص فبيشك شين فيه وبيفضل يجري والشخص ده بيجري وراه بس بيكون شين اسرع منه لحد ما بيقف شين في الغابة وبيكون عدى وقت كبير وبعدها بيجي الشخص ده عنده بس بيكون ميجي صحي وبيقول ميجي ان دول تلاتة فايليات في جسمه واحد وان مستحيل نعرف نهزمه كده وفي تلك الاسناء بيكون المحق الكوموري رجع بيته ولما بيدخل بيلاقي مراته وابنه مقتلين وطبعا بيكون ريوكو اللي عملت كده لما عرفت انه خنها وبنرجع لشين وبيكون بيجري وبيدخل يستخبه في الغابة وبيقعد ميجي يتكلم معاه وبيقوله يضرب في حتة معينة ضعيفة عند الوحش ده عشان يعرفوا يهزموه وفعلا شين بيسمع كلام ميجي بس خطتهم مش بتنجح وبيكون اقوى مما تخيلوا فبيجري شين وبينط في عربية عشان يهرب والوحش رجله بتتحول وبيجري بسرعة كبيرة جدا وبيقدر يوصل لهم فميجي بيمدد نفسه لحد لما بيوصل عند السواء وبيتحكم في العربية وبيوقع الوحش من عليها وبيقدروا يهربوا منه وبعدها بيكون شين قاعد بياكل في مطعم وبيجي في الاخبار ان زوجة المحقق وابنه ماتوا فبيزعل شين جدا عليه وبيكرر يكلم والده عشان يخليه يمشي من البيت عشان ممكن ريوكو تقتله لما شين ما يكونش موجود وبيمشي فعلا من البيت وبيروح يقعد في مكان تاني وبيكون فيه زابط اسمه هيمة وده بيحقق مع كوموري عشان يساعده وبيحكي له كوموري على كل حاجة وبعدها بيكون كوموري بيرائب ريوكو وبيكون فيه تلات طفيليات من اللي شغالين معاها عايزين يقتلوها بسبب انها بتحمي ابنها البشري وبيكونوا مفقرين ان ده يشكل خطر عليهم وبيحصروها هم التلاتة ولكن بتقدر ريوكو تنط وتهرب منهم بس بيجوا وراها برضو فبتخلص عليهم كلهم وبعدها ريوكو بترجع لبيتها وابنها بيكون مش موجود عشان المحقق كوموري خطفوه وكتب رسالة بيقول لها قابليني في عنوان معين فريوكو بتكلم شينو بتقولو ييجي على نفس العنوان اللي قالو المحقق وبتروح ريوكو على العنوان وبيكون فوق السطح وكان المحقق شايل ابنها الزغير وبيهددها انه هيرميه من فوق عشان يقتله زي ما قتلت زوجته وابنه وبيكون بيعمل نفسه هيرميه بس ريوكو مش بتديله فرصة وبتقتله وبيقع من فوق المبنى وبتنقذ هي ابنها والاول مرة بتحس ريوكو بالعاطفة وانها خايفة على ابنها وبعدها بتوصل الشرطة للمكان وبيروح للمحقق كوموري وبيكون بياخد انفاسه الاخيرة فبيسأله الزغبت هيما على شكل الطفيل اللي عمل فيه كده فبيقوله انها سيدة ولبسة بيد وشايلة طفله وبعدها بيموت فبيفضل الشرطة يبحثوا عنها وبيكون شين وصل عند ريوكو وبيعرف انها قتلت المحقق وبيكون عايز يقتلها بس بيلاقيها مسالمة جدا وبتقوله انا اول مرة احس ان مش عايز اقتل حد تاني وعايز عيش انا وابني في سلام فبيستغرب جدا انها بتحمي طفل بشري وبقى عندها مشاعر بس فجأة بتيجي الشرطة وبيضربوا نار عليها ولكن ريوكو بتكون مستسلمة وبتحمي الطفل من الضرب وبعدها بتروح تديل شين الطفل وبتقوله خلي بالك منه وبعدها بتموت ريوكو والزابط بياخد شين عشان يحقق معاه وان ليه كان بيتكلم مع ريوكو وان مش اول مرة بيشوفه مع طفيلياته بيشك فيه انه طفيلي وبياخد الزابط منه الطفل وبيديل حد ياخد باله منه وبعد لما الشرطة خدت شين بيجيبه سجين اسمه ارغامي بيعرف يفرق بين البشر والطفيليات عشان بيكون الزابط عايز يعرف شين بشري ولا لأ فبيخلي ارغامي يقعد مع شين وبيكون شين خايف جدا بس ارغامي بيقولهم انه بشري عادي فبيمشي الزابط بس الزابط هيما بيعود مع شين ووالده في الفندق وبيكون واخد باله منهم وتاني يوم بيكون الشرطة عايزة تعمل تفتيش في مبنى كبير عشان يقدروا يقتلوا اي طفيلي موجود فيه وبيخلوا شين كمان ييجي معاهم وبتبدأ الشرطة تنتشر في المبنى ويقفلوا كل المخارج والمداخل وبيكون فيه فعلا مجموعة من التفايليات موجودين في المبنى وبيقسموا كل الموجودين في المبنى على كذا مجموعة وبعدها بتبدأ الشرطة تخرج مجموعة مجموعة عن طريق جهاز استشعار عشان يقدروا يفرقوا بين التفايليات والبشر وبتمر اول مجموعة ومش بيكون بين حاجة وانهم طبيعيين وبعدها بتمر المجموعة التانية فبيشوفوا في الجهاز تفايلية وسط المجموعة واول ما بتخرج بيوقفوها وبيضربوا عليها فبيبدأوا باقي التفايليين اللي في المكان يخافوا وبعدها بياخدوا السجين ارغامي للمبنى عشان يتأكدوا كمان من البشر كويس فاول ما بيروح بيشوف كذا شخص وبيقول عليهم وحوش وبيقول لهم اضربوا على الشخص ده فبيضربوا بس بيطلع بشري عادي فبيتدايق الزابط من اللي حصل وبيظهر واحد تاني وبيقول لهم اضربوا عليه فبيتردد الزابط ولكن الشخص ده طلع تفايلي فعلا وبيقتل الزابط فبيضربوا عليه باقي الزباط وبيحصل هلع في المكان وكل التفايليين بيهجموا على البشر وبيبدأوا الزباط يقتلوا فيهم وبيخلوا البشر كلهم يناموا في الارض عشان محدش يهرب وبعدها بيطلعوا الزباط مع ارغامي في المبنى عشان يشوفوا باقي التفايليات وبيقابلوا تفايلي فبيصرخ ارغامي وبيطلع يجري فبيجري وراء الرئيس الكبير والزباط بيفضلوا واقفين في مكانهم والرئيس بيمسك ارغامي وبيقولوا انت مجنون انت عايز تهرب فبيقولوا لأ مش بهرب بس ده طفايلي خطير ومش اي حد هيهزمه فبيجري الرئيس عشان يلحق باقي الزباط بس بيكون التفايلي الخطير اللي اسم غوتو خلص عليهم وفي الجانب التاني بيكون ارغامي خلص علي الزابط اللي كان معايا وبيهرب وبعدها بيقول ميجي لشين انهم خلصوا المهمة والمفروض يمشوا من هنا بس بيجي غوتو عندهم وبيقول ليشين انا هفضل وراك وهتشوفني في كل حتة لحد ما قتلك فبيضرب عليه الزابط هيما بس الطلقات مش بتأثر في غوتو وبيهرب منهم وتاني يوم بيكون شين ماشي في الشارع فبيقول ميجي لشين اهرب على قد ما تقدر عشان غوتو مش هيسيبك وهو بالفعل بيقرب علينا فبيفضل شين يجري في الغابة لحد ما بيجي لغوتو فبيستخبى شين عشان يعرف يهجم عليه وفعلا بيظهر شين مرة واحدة وبيضرب عليه وميجي بيضربه بالسيف في رقابته بس مش بيقدر يقطع راسه وبيكون غوتو خلاص تملك من ميجي وهيقتله وبيضرب شين كمان في وشه وبيعوره فبيقول ميجي لشين اهرب بسرعة قبل ما يقتلك فبيعيط شين وبيفضل يجري وميجي بيكون للاسف بيموت خلاصه بيضحي بنفسه وبينهار شين وبيكون هيموت من القهر انه فقد ميجي وفجأة بتفتح سيدة عجوزة باب بيتها ولما بتشوف شين بالحالة دي بتخليه يخش عندها وبتعلج له الجرح وبتهتم بيه كزا يوم لحد ما شين بقى كويس وبيكرر شين ينتقم لميجي ويقتل غوتو لوحده وبيكون عارف ان نسبة نجاحه سفر بس لازم يحاول عشان غوتو هيفضل يقتل في الناس لو شين ما قتلهوش وبياخد شين سيف من السيدة وبيمشي على الغابة يدور على غوتو وبيلاقي غوتو نايم في الغابة فبيكرر يهجم عليه وهو نايم بس غوتو بيحس بيه فشين بيستخبه بسرعة وبعدها بيطلع شين عالشجرة وبيمسك خشبة وبينط على غوتو عشان يطعنه بس غوتو بيمسكه وبيلزقه في الشجرة وبيفضل يطحن فيه حرفيا وبيكون خلاص هيقتل شين بس شين بيلاقي جنبه خشبة مسننة فبياخدها بسرعة وبيغرزها في بطنه وبيطلع يجري وبيستخبه منه فبيجي له غوتو تاني وبيكون هيقتله بس ايد شين بتصد الدربة وميجي بيرجع ليده تاني وبيكون شين مش مصدق نفسه عشان فكر انه خسر ميجي للابد وبيقدروا هم اللي اتنين يخلصوا عليه اخيرا وبعدها بيمشوا من الغابة وكل حاجة بترجع لطبيعتها والتفيليات ما بقتش تظهر زي الاول بسبب اللي حصل لهم وبقوا يخافوا يقربوا من البشر بس للأسف مفيش حاجة حلوة بتكمل للآخر وميجي بيقول لشين انه هيختفي للابد وايده هترجع زي مكان الطبيعية بس هو هيفضل جواه دايما فبيزعل شين جدا بس ميجي بيكون لازم يختفي عشان ما يعملش مشاكل لشين ويخليه يعيش حياة طبيعية وتاني يوم لما بيصحى شين بيلاقي ايده رجع الطبيعية بس ما كانش متخين انه هيزعل على فراء ميجي قوي كده وانه فعلا اتعلق بيه وبعدها بيكون شين ماشي مع سوتومي وبيشوف ارغامي فمش بيديله اي اهتمام وبيكمل طريقه فبيلاقيه زهله تاني فبيقول شين لسوتومي خليك هنا هشوف حاجة وهاجي ولما بيروح عشان يشوف ارغامي بيسمع صوت سريخ سوتومي فبيجري شين عندها وبيلاقي ارغامي واخدها فوق مبنى عالي وحاطت سكينة على رقابتها وبيهددوا بيها وبيعمل كده من غير سبب هو مختل وبيقتل اي حد وجاية معاه يقتل سوتومي فبيحاول شين يهديه عشان يحل الموضوع فبيقول له ارغامي انا كده كده علي حكم اعدام مفاش حاجة بقى لو قتلت حبيبتك وبيشوف شين سوتومي وهي بتعيط وبتقول له اتصل بالشرطة انا مايهمنيش حياتي انا كنت بحب حياتي عشان انت فيها فبيتأثر شين وبيجري عليها فبيطعنوا ارغامي بالسكينة في ايده وبيرمي سوتومي من فوق المبنى فبيضربوا شين بايده التانية وبيوقعوا على الارض وبيكون سوتومي هتقع على اخر اللحظة بس بيمسكها شين وبينقذها وبيقول لها انا هفضل جنبك العمر كله وبعدها بتيجي الشرطة في اخر الحكاية وبيسيطروا على الموقف وعصفير الحب بيفضلوا مع بعض للابد وبكده بتكون خلصت حكايتنا ما تنساش يا صديقي تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد والى اللقاء في الفيديو القادم